اشتركوا في القناة 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 وعندنا حلقة قادمة ان شاء الله سنتكلموا فيها عن سبب خسارة رياض محرز لخرة الذهبية الموضوع الثاني اعزائي نروحوا الان مباشرة الى قناة سكاي قناة سكاي وضعت تشكيلات لافضل ست اندية ايطالية هذا الموسم الانتر لازيو الميران اليوفي روما وكذلك نابولي ما رحش نتكلم عن نابولي اكيد لانه لا استطادكا ولا ادم الناس يدخل ضمن خيارات مدرب نابولي نروحوا الى الميران كبارة تشوفوا امامكم بن ناصر وعدلي رح يكون اساسي عدلي مع براهيم دياز وكذلك لياؤو البرازيلي هم اللي شكلوا ثلاثي الهجوم اللي يرعب خلف المهاجم الفرنسي جيروه وبن ناصر رح يلعب مع تونالي في الاسترجاع وبالتالي انقروا انه عدلي تمكن من اقناع يعني المدرب انتعو بيولي في المباراة التحذيرية يوم او الفترة الماضية لما كنا نتكلمون عدلي البحث كان يسخر مننا ويستهزئ بنا ويقول لك هذا كيفاش عدلي يلعب مع نادي ضعي في فرنسا قلنا لهم يجمع عدلي رحم وعار يقول لك بانه الميران قرد عدلي متو محبين جيبوه المنتخب الوطني يقول لكم يجمع عدلي مازال صغير والمنتخب او نادي الميران كان عنده كيسي كان عنده تونالي كان عنده بن ناصر فالوصف كان عنده لاعبين ممتازين الان بخروج كيسي اكيد عدلي رح يدي الفرصة تاعه ان شاء الله واللاعب مثل عدلي نحتاجه بقوة كبيرة جدا في المنتخب الوطني الجزائري بطبيعة الحال بالتوفيق لعدلي والتوفيق لبن ناصر وناديهم الميران في الدوري الايطالي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم نروح للخابر الآخر أنه ليسميه أنه صحيفة الوطن القطرية صحيفة مشهورة في الوطن العربي لكن للأسف سقطت سقطة كبير جدا في هذا الخبر لأنه حاولت أنها تدير أو تنشر فتنة بين القطريين والجزائريين يعني شوفوا الموضوع ولا شوفوا يعني كيف تنولده والعنوان كيف تكتباته يعني باللون العنابي انتعلم واندخب انتحم وغالبا هو اللون اللي تكتب به الصحيفة على وينها المهمة كذبت بأنه بلايلي أضعف أو أسوأ لاعب في تاريخ قطر حسب اللاعب السابق أبو خلوف هذا اللاعب القطري يعني نشوفه الآن وين الخطط لهذه الصحيفة هو لا هذا اللاعب السابق تكلم عن ناحية معينة لم يتكلم عن مستوى اللاعب وتكلم عن قطر النادي وليس قطر الدولة لكن الخطط انتحاتي صحيفة الوطن نصر الخبر وكأنه هذا اللاعب السابق يتكلم عن مستوى اللاعب ويتكلم عن قطر الدولة القطري وليس الدولة القطري وإنما نادي قطر والكلام تعالى اللاعب السابق وجهه لبلايلي بسبب التصريحات اللي قالها على أنه توحش تدراهمهم لهذا الشيء استهجنته جماهير انتع قطر القطري والإدارة نادي قطر القطري وانا نشوف أنه من حقهم لأنه هذا تصريح موسيء وموسيء جدا نعرف بأنه بلايلي كان محترم جدا في نادي قطر القطري ولما حب يعني يحب سهله بكل احترام عكس ما صرانه مع الأهل السعودي اللي تمرمز معه في المحاكم الآن نشوف بأنه إدارة قطر القطري تعاملت مع بلايلي بطيبة تعاملت معه بسهولة سهلة أمور لما حب يروح لفنس معي يتوش وفي صغط العقد تعه بطريقة عادية جدا والآن بلايلي يسرع بهذا التصريح أنا أقول بأنه تصريح بعيد عن الاحترافية لكن الصحيفة هذه تعالوطن حبت تلعب في المياه العاكرة ونشرت الخبر بطريقة فتنة بين الجزائر وقطر وبالتالي نقول بأنه ربي يهديها القطر هذا الصحيفة القطرية هذه والخبر عادي وعادي جدا وشفت يعني ردات فعال كبيرة جدا من الجزائرين في فيسبوك وفي تويتر إلى آخره لكن نطلب منكم أنكم قراءوا الخبر باش تفهموا واشقال هذا اللاعب السابق واحترسوا من خبط هذه الصحيفة روحوا الآن إلى انتقالة لاعبين اللاعب بمبؤلي نادي اللاعب بارادو متواجد مع عائلته في سويسرا وفي مركز نادي شارل روا للتفاوض مع النادي وإمضاعي العقد هذا شي جميل وجميل جدا أنه لاعبين الجزائرين خاصة لاعبي بارادو يروحوا الأوروبا إلى بلجيكا وإلى أندية ممتازة جدا يتطوروا من قلوش ممتازة هي أندية جيدة لكن مليحة لللاعب لما يروح من الدور الجزائري باش يطور نفسه وكذلك يندمج مع الكرة تعلق المستوى العالي المستوى المحترف لأنه تعرفوا المستوى انتهى الكرة تعالى بعيد تكونوا البعد عن الاحتراف وبالتالي اللاعب لازم له كريو دو ترانزيسيون معنتها فترة انتقالية باش يلعب في نادي كبير ينتقل من الدور الجزائري إلى نادي كبير رخوا شفته الآن نادي وولفر هانطون اتصل بشارل الرواء وعرض 8 ملايين أورو على الإدارة بتاع شارل الرواء باش يجيب اللاعب يعني زرقان هذا الشي جميل وجميل جدا كذلك نتمنى التوفيق لكل لاعبين المتواجدين في سويسرا وفي بلشيفا وفي فرسا وفي كل الدول الأوروبية لأنه فائدة في الأول والأخير راح تعود للكرة الجزائرية والمنتخب الوطني الجزائري نروح الآن إلى زين الدين فرحات كذلك لليوم أو قبل قليل وأنا أتجهز لي باش نسجل هذا الفيديو كان الإعلان عن الضم الإعلان الرسمي عن انضمام اللاعب زين الدين فرحات إلى الفريق التركي ألانيا سبور كما تشوفوا في الصورة أمامهم لمدة عامين يرح يلعب مع هذا النادي التركي إذن كذلك نتمنى التوفيق لللاعب زين الدين فرحات وأفضل من عودته للدور الجزائري كنا نستنعروا أخبار بأنه راح يرجع لمولودية الجزائر وفعل حاجة مليحة مشاكل عديدة وعديدة جدا يعني كلكم تعرفوا أن نيم سقط الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية وفرحات لما حبي يخرج من النادي داروا عدة مشاكل وما خلوه شي غادر النادي كمل العقدة التاعو وانتقل بصفة الحرة مجانا إلى نادي ألانيا سبور وهذا شيء جيد لللاعب باش يفاوض على الراتب محترم جدا نروحنا إلى اللعب الدولي سليماني سليماني بعد مشاكل كبيرة جدا مع مدربين في سبورتينج مازالت المشاكل يعني تتواصل معه ولم يصل إلى كما احنا نقول اتفاق معنا دي سبورتينج 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 يريد التخلي عن خدمات سليماني وسليماني يريد الخروج من سبورتينج لكن الأنذية اللي كانت حبت جيب سليماني رأي تتريض في التفاوض لأنه كما تعرفوا العقد انتاعه والراتب انتاعه كبير جدا وبالتالي مثلا نادي نوتينها بوريس رسليا لن يجلب سليماني لأنه يوم أمس أعنا نتعاقده مع المهاجم الإنجليزي لينغارد للموسم الماضي شفتك اللعب معار مع نادي ويستهام وهو لعب لنادي مورشيستر يونيج وبالتالي قصة سليماني نوتينج هام انتهت للأبد الآن سليماني إذا تأخر كثير في حسم يعني الوجهة التاعه أعتقد أنه راح يلعب في المطولات الخليجية وهذا لا يخدم اللعب مع قدوم ضرور إلى المنتخب الوطني الجزائري نتمنى التوفيق لسليماني بشير قانادي محترم يلعب فيه ما غير ما قدمه لكورة جزائرية فهو يستحق كل السند وكذلك الدعم وندعو له إن شاء الله أنه الوطن يمترج الآن راح نتكلم عن لاعبين في الفترة الماضية يعني أمضى وغقود مع أندي محترفة لكن نحن ما نعرفه مش كثير اللاعب نوهام عبداللوي يعني هذا النادي يعني سعد هذا الموسم للدرجة الأولى الإيطالية وأصبح الآن لاعب في الدورة الإيطالية هذا شيء جميل جدا اللاعب يبلغ من العمر 18 سنة كان لاعب سابق لنادي سانتيتيان الآن أصبح من الممكن أنه يمثل المنتخب الجزائري إذا ضمن المكان نتعه مع النادي الإيطالي ولما نتكلم عن إيطاليا أو الدور الإيطالي نتكلم عن الدفاع وتكوين اللاعبين من الناحية الدفاعية وبطبيعة الحال هذا الأمر ممتاز جدا لللاعب الصغير في السنة بللوي ونذكركم أنه سابق لهذا اللاعب أنه لعب مع منتخب أقل من 18 سنة وبالتالي ما عنده مشكل في جلبه للمنتخب الوطني اللاعب الآخر هو حسين توتي هذا اللاعب سابق وأن تكلمنا عليه في قناتنا لما تكلمنا عن اللاعبين اللي تم ضمنهم إلى منتخب أقل من 20 سنة اللاعب من مواريد 2001 يعني عنده 21 سنة هو لاعب سابق لنادي فونيسا زرما يعني الفارق الثاني انتقل إلى نادي سرقة جوناب السويسري يعني نادي معروف في سويسرا بعقد يمتد إلى 2024 كذلك هذا الشيء يمكن باش يخلي اللاعب توتيه هو مهاجم رمالكس تعالو مهاجم باش يبرز أكثر ولما نشوفه في أندية فرسية أو أندية هولندية أو ألمانية أو حتى لملافة إنكترا أو أي دور أوروبي كبير نتمنى التوفيق لللاعبين توعنا كلهم أينما وجدوا وأينما لعبوا وأينما كانوا لأن المنتخب الجزائري بحاجة لكل لاعبه من مختلف ربوري هذه القرى الأرضية باش نشاركوا إن شاء الله في مونديع 2026 ونشرفوا القرى الجزائرية ونعيدوا البسمة الضائعة في الفترة الأخيرة لمشجع الجزائر أحبتي شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء دمتم في رعاية الله وحاديه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته